بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله سبحانه وتعالى تترسخ في القلب ويقول الإنسان صادقا فيها فيحبك الله عز وجل الجزاء من جثة العمل إذا كنت صادقا في محبتك الله فسوف يحبك الله صلى الله عليه وسلم وإذا أحبك الله عز وجل يقول ربنا عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار يمن فيها خالدون يعني إيه الله ولي الذين أمنوا يتولاك برعايته ورحمته وكرمه وحنانه فهو سبحانه وتعالى أرحم الرحمنين من الأسباب الجالبة للمحبة كما ورد في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيانه يعني إيه بقى يتقرب إلي عبدي بالنوافل النوافل اللي هي الطاعات الغير مفروضة الغير فروض زي مثلا السنن السنن السلوات وزي صيام الاثنين والخميس وصيام يوم عرفة والحج غير الفريضة يعني مثلا لحج مرة بعد ذلك كل هذه نوافل من أعظم هذه النوافل قربة عند الله سبحانه وتعالى هو تقديم الخير للأخرين لأن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على قلب مسلم أحب عمل طلق الله عز وجل به أن تتفرح أخوك المسلم أن تترد عنه جوعة أو تقضي عنه دينا ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال لله عز وجل سرور يدخله المسلم وعلى أخي المسلم أو يكشف عنه قربة أو يقضي عنه دينا أو تترد عنه جوعا شوف بقى حديث آخر بقى ولين أمشي مع أخي في حاجته خير من أن تصوم شهرا وتعتكفه في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني الحقيقة الناس تدفع عموال كثيرة جدا وكل همه يذهب إلى مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ويزوره الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن الصلاة في مسجد رسول الله خير من ألف صلاة كما ورد عنه targeting عنه قال وصلات في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة صلاة واحدة بس في مسجد الرسول أفضل ألف صلاة والناس بتبكي وتتمنى ذلك لما تقضي حاجة لأخيك المسلم خير من أن تصوم وتعتكف شهرا كاملا في مسجد رسول الله ويعني انما انت تقضي حاجة اخوك المسلم تقضي منك وقت قد ايه ممكن بهم كلمة تلفونية هتمشي معيهم اتنين تلاتة مش معقول ان انت تعكف شهر كامل لقضاء هذين طبعا وحتى ان قضيتها شهرا كاملا لما تقضي حاجة اخوك المسلم او تقضي عنه دينا ان تفرج عنه قربة افضل من ان تصوم وتعتكف شهر كامل في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه الذي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ده ابن سيدنا ابن سيدنا العباس ابن عمر صلى الله عليه وسلم كان معتكا في المسجد وجاء الى احد الناس عنده مشكلة وقعد يتكلم معه في حل المشكلة فقط اعتكافه فقال له رجل يا ابن عباس انسيت انك معتكفا لانه اخذ حزاء وقارج المسجد قال لا انا الذي سمعت صاحب هذا المقام وعشار في يده الى قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال وما العهد منه ببعيد وفارد عينايه يعني بقول ان انا سمعت الحديث ده من صاحب هذا المقام لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول قال من سعى لقضاء حاجة اخيه خير في ان يصوم ويعتكف في مسجد هذا شهر وفعلا قطع اعتكافه وذهب مع اخيه لقضاء حاجته ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دام العبد في حاجة اخيه والحقيقة بعض الناس لما تقع في مشاكل وازمات بيفكر تفكير ذاكي بيطبق الحديث ده بيشوف واحد مقروب او واحد عنده ازمة او واحد عنده مشكلة او يخرج صدقة لمحتاج او انسان عنده ازمة كبيرة جدا بنيت ان ربنا يفرق ربطه وحتما سوف يفرق الله عز وجل كربطه يبقى قضاء حوائج الناس وحل مشكلهم هذا من اعظم الطاعات عند الله سبحانه وتعالى التي تحقق محبة الله سبحانه وتعالى للعبد ان شاء الله وقضاء الحاجات وتفريق كربط المسلمين وتقديم الخير لهم افضل شيء يقدم الناس تهديه الى صراط الله المستقيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس سبحان الله يعني الانسان الحقيقي بقد ينبغى ان يكون حريصا بالذات الاقرب الناس اليه انه يقدم له ينتشلهم من العصيان ومن الضلال الى طريق الله المستقيم والدعو الى الله سبحانه وتعالى الحقيقة من خير الطاعة عند الله عز وجل يقول ربنا عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني المسلمين لا توجد عبادة افضل من دعو الله سبحانه وتعالى لان هذا هو عمل الانبياء المرسلين لماذا جعل الأنبياء المرسلين هم خير الناس خير الناس عند الله عز وجل لأنهم يبلغون دعوة الله عز وجل فالأمر معروف أنه المنكر لا يحتاج عالم أبدا يعني بعض الناس ممكن حتى لا يقرأ ولا يكتب ولا يتعلم شيء ولكن عنده طريقة جميلة جدا أنه يدل الناس على الصلاة ينصح الناس بالبعد عن المعاصي ينصح الناس بالتقرب يا الله سبحانه وتعالى وفعل الطاعات فيكون له الأجر العظيم ولكن طبعا في قضاء الحوائج وتفرير القربات في أولويات طبعا عندك بر الوالدين ده أهم حاجة طبعا ده من أعظم الطاعات بر الوالدين وقد ورد علي بن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه وقال يا ابن عم رسول الله لقد أزنبت زنبا كبير هل لي من عمل صالح أفعله فيتوب الله عز وجل عليه فقال له هل أمك حية منقودة يعني قال لا قال هل لك خالة قال نعم قال في بره فجاء إليه رجل أسرع قال له لماذا قلت له ذلك يا ابن عباس لماذا قلت له سألته عن أمه ثم قالته قال لأنني لا أعلم شفت ابن عباس فقال لكان مرافق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنني لا أعلم طاعة فيها يزدني أفضل من بر الأم فبر الأم وبر الوالدين والرحم سلة الأرحام يبقى العطاء والإنفاق على الوالدين والأرحام والجيران والأقارب كل ذلك أولى يبقى تقديم الخير لهم أولى وهو بقى إلا لما تصل ذو الرحم وتعطيه بتاخد أجرين أجر الرحم زائد أجر البر أو زائد أجر العطاء وأجر الإنفاق فالأولويات في الإنفاق والإحسان يكون لمن هو أقرب إليك ليس ابن سعد كان عالم يعلم الحديث وكان له علم زاخر جاءت إليه مرأة وهو طبعا كان يتجرب العسل لها ومعها زجاجة قليلة جدا زجاجة صغيرة جدا يعني حاجة يمكن نصف الصابع يعني وقالت له أريد عسل أن تملأ لي هذا فماذا أعطاها الليس رضي الله عنه أعطاها طن من عسل حتى العمال بتوعه قالوا له يعني هذا كثير جدا هي ماذا استفعل بذلك هي لا تستطيع حتى أن تبيعه فقال أعطوها كما قلت لكم إنها سألتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا وده قدر محمد الله عز وجل كبير والليس ابن سعد عندما سأله الإمام مالك لأنه كان يعيش في زمن الإمام مالك في المدينة سأله عن عصفر يأصبغ السياب فأرسل له أحمال من البعير بها عصفر فعندما ذكر الإمام الليس لإمام مالك فقال هذا رجل كريم واسع العطاء سألناه عصفرا نصبغ سيابنا فأرسل لينا عصفرا سبغنا سيابنا وسياب أقاربنا وسياب جيراننا وسياب أهل المدينة وبعنا الفضلة بألف دينار هكذا يكون العطاء وهذا يكون العطاء للناس فهذا يحق محبة الله عز وجل في القلب لأنها أعزم التعاطي وأعزم العبادة عند الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين